لا تزال نجد تخرج لنا العلماء الأعلام والدعاة الحكماء ومنهم العلمة بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر ولد بكر أبو زيد في مدينة الدوادمي الواقعة في الشمال الغربي للرياض عام 1365 للهجرة تعلم الشيخ عن طريق التلقي من العلماء والتعليم النظامي فدرس في المعهد العلمي ثم بكلية الشريعة بالرياض وكان ترتيبه الأول وفي عام 1384 انتقل إلى المدينة المنورة فعمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية ودرس في المعهد العالي للقضاء فنال شهادتي الماجستير والدكتوراه ومع دراسته النظامية كان يلازم العلماء كالشيخ بن باز وغيره ولازم شيخه محمد الأمين الشنقيطي نحو عشر سنين عين مدرسا في المسجد النبوي الشريف ثم عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي ثم وكيلا عاما لوزارة العدل ثم عضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء ثم عين ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي واختير رئيسا له ثم عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي له مؤلفات عظيمة نافعة منها حلية طالب العلم فقه النوازل وكان للشيخ اهتمام خاص بكتب ابن القيم فاعتكف عليها دراسة وتحقيقة فكان من مؤلفاته التقريب لعلوم ابن القيم وفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من محرم عام الف واربعمائة وتسعة وعشرين بمدينة الرياض فاضت روح الشيخ إلى باريها تاركا تراثا علميا يبقى له ثوابه من تفع به المسلمون ترجمة نانسي قنقر